السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناتكم ياسمين للخياطة والتفصيل نرحب بكم ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بألف خير وصحة وافية الموديل تاليوم راح ندير حالة في المواقع التواصل الاجتماعي راح نشاركو معكم بإذن الله خطوة بخطوة عندي متر 2.4 من هذا القمش لفبران طبعا وبنسبة القمش الاني هنا عندي 1 متر فقط راح يكفي فيكم تقدروا تستعملوا شوازات ولا الكريب ولا الشاش اي نوعية متوفرة انكم تقدروا تستعملوها اذا هذا الموديل اللي بنات رو شوية صعيب كامل تفاصيل تاوه يحتاجوا تركيز نحاول ان ينفصله لكم خطوة بخطوة باش تفهموه خاصة المبتدئات والمهتمات بهذا الانواع تالي موديل الظهر في خدمة ليمونش فيهم خدمة جهة الامامية ايضا فيهم خدمة راح نشاركو معاكم بالتفصيل كما قلت لكم ونروحو مباشرة طريقة التفصيل كما قودتكم دايما نطوي القمش من جهة الطول كي نقولكم نطوي القمش من جهة الطول يعني اللي زيارة الجالي للجنب نحي اولا نحق المنش نحن نحي قيمة 28-25 سنتيمتر نحن نضغنا منش كوربا اهلي جدا وهذا المنش كما شفتم معايا في الصورة المصغرة من بعد سيكون فيهم تزيين بالقمش الاني نحن نضغرهم كشكشة هنا بعدما نطوط القمش على اربعة هذا الموديل يتفصل دروات اللي بنات ركزو معايا نطوي القمش على اربعة كما راك نشوفوه بعدما نطوطه الطول عود تطوطه من جهة العرض يعني اللي زيارة تكون على الجهة العلوية ونفصل معكم باترون عادي جداً لبنت مباشرة نعطيكم القياسات عرض الكتفين عندي فيه 19 سنتيمتر نخلي 1 سنتيمتر حق الخياطة وننزل بقيمة 21 سنتيمتر الخط التركيز دورة الصدر رح ندير فيها 32 سنتيمتر هذا الطائرة يشوي كبير تاي سيكونت لبنت ولا سيكونت دوت لبس ننزل الخط الخصر بقيمة 19 ولا 20 سنتيمتر ندخل بدورة الخصر رح ندير فيها 30 سنتيمتر ومن دورة الخصر من نهاية دورة الخصر عفوا نحن نخلج مباشرة ايفازيل اخر القندورة نرجع لهذا المرابع لنخرجه منه حردة الابت نخلج بقيمة 4 سنتيمتر والمنتصف خط التركيز نخلج منه بواحد سنتيمتر ونرسم حردة الابت عادي جداً والجهة الامامية تدخل فيها بقيمة 1 سنتيمتر هذه المعلومة ما تنسوهاش نهائياً هذا الموضي اللي بنتمهوش رح يكون فيه البنس نهائياً بنسبة لجهة الامامية لانه كما شفتوا في الصورة المصغرة هذوك الحلقات اللي لازم نحتاجهم في الجهة الامامية والخلفية هنا رح نرسم لمستوى خط الخصر نرسم معكم البنس هايحة ندخل بقيمة 9 سنتيمتر تقدروا تدخلوا حتى العشرة سنتيمتر كما تحبوا نعين هذه النقطة تحت 9 سنتيمتر كما متعودة لبنات أني نرسم معكم البنس ندخل بقيمة 9 سنتيمتر من بعد بقيمة 1 سنتيمتر على اليمين و 1 سنتيمتر على اليسار و نرسم البنس عادي جدا أنا هناك كما قلت لكم جهة الظهر رح تكون فيها لا ديكوب ندخل بـ 9 سنتيمتر لأنه نفس القيمة رح نقصها من الجهة الامامية هذوك تفهم معي البنات أكثر نعين 1 سنتيمتر على اليمين و 1 سنتيمتر على اليسار نرسم البنس عادي جدا نطلع بقيمة 12 سنتيمتر و ننزل بقيمة 12 سنتيمتر و من المنتصف تحت هذا الحردة على الإبت نعين النقطة على المنتصف اللي هي تقريبا 14 سنتيمتر نربط بينها و بين أعلى نقطة في البنس بخط مائل بهذه الطريقة بنسبة المكتدئات اللي ما نجموش يرسمو هذي الخط باليد تقدروا ترسمو خط مستقيم و من المنتصف تحتو تخجو بـ 1 سنتيمتر و تربطو بين النقاط أنا هنا رح نرسم باليد فقط هذه لا ديكوب البنات بأسهل طريقة وبهل البنات من نحيش من قيمة الكتفين رح نخرج في النهاية على ديكوب بقيمة 3 سنتيمتر نكمن نخش بهذا الخط و نكمن نرسم الحردة على الإبيت بنسبة لجهة السفلية عادي جدا هذا الزيادة اللي بنات اللي في المنتصف تالحردة 3 سنتيمتر نديروها بهم نقصوش في عرض الكتفين ستقوني كتديرو هذي الطريقة لديكوب بتاعكم جيتو حفا و منكم شرح تنقصو كامل من القياسات نحظو معي طول الصدر في حوالي 27 سنتيمتر اللي هو النهاية على البنس اللي طلعت به بقيمة 12 سنتيمتر الطول تاع البنسر فيه 24 سنتيمتر 12-12 نزلت بقيمة 27 سنتيمتر و عينت منتصف حردة الإبيت بين هذه النقطة تاع المنتصف نربط بهذا الشكل و نخش بقيمة 3 سنتيمتر و نكمل الحردة عادي جدا هذه الطريقات على ديكوب بنات بأسهل طريقة صدقوني تبعوا هذه الطريقة رح تنشحوا فيها من أول مرة و نأكد لكم لديكوبرا لجهة الخلفية فقط لاحظوا معي بعدما قصيت الباترون نحيت كامل هذه الزيادات و ما تنسوش المياه لانتا جهة السفلية هنا لبنت رعني القصيت لديكوب بنسبة لجهة الأمامية و الخلفية من بعد الأمام رح ننحي هذه القيمة 3 سنتيمتر و طبعا ما تنسوش المياه لانتا الكتف هنا رح ننحي جهة الأمامية وحدها و الخلفية وحدها ركزوا معي لبنت أول حاجة رح نفصل للجهة الخلفية هي الأولى ونبعد ندير لكم التعديلات اللي رح تكون على الجهة الأمامية نحن نحي زيادة 3 سنتيمتر اللي خرجتها من المنتصف تحردت الإبت لأنه الأمام ما فيش لديكوب نعود نرجع القطعة الخلفية كما كانت و أنا مباشرة نحن قص معكم لديكوب عادي جيدا تحبوا تفرغوها في المنتصف ولا تخليوها كما تحبوا عندكم حرلة الاختيار نجي إلى الجهة العلوية بالمقص و ننزل بهذا الخط المائل و نكمل بخط مستقيم هنا بالنسبة ليحبوا ما يفرغوش لبنس أما كتحبوا تفرغوا البنات لبنس تنحيو هذه الزيادة 1 سنتيمتر اللي كنت زيتها اليمين و الياسار بنفس الطريقة ذلك نوضح لكم أكثر تحضوا معي تدخلوا بهذا الميلان وتروحوا لهذه القيمة 1 سنتيمتر وتعودوا وترجعوا للنهاية لبنس بهذا الطريقة كما قلت لكم تحبوا تفرغوا البنس ولا تخليوهم كما تحبوا هذه الطريقتها لبنس لبنس بعد ما نجلس الخياطة هذه 3 سنتيمتر رح تروح نهائيا هذه القطعة رأيت الجهة الخلفية جهة الخلف فيها لبنس فقط لبنس أما الجهة الأمامية ما فيهاش كامل لبنس نحي جهة الخلف وحدها ونجيب معاكم الجهة الأمامية كما قلت لكم لبنس فيها تعديلات وأول خطوة هي أني نحي هذا الزيادة 3 سنتيمتر ما نحتجهاش في جهة الأمام وندخل بقيمة 1 سنتيمتر فهما تجينيش جهة الأمامية منفوخة نحي هذه الزيادة وندخل بقيمة 1 سنتيمتر في الحردة تاليبت ونجيهنا من المنتصف نعين قيمة 9 سنتيمتر اللي دخلت بها في البنس ونعين طوليا على طول القماش من جهة الأمامية هذا النقطة تال 9 سنتيمتر ونقص مباشرة هذا الشريط ونعوضه بالقماش الإيني نحط هذه القطعة القماش تأشوار زيت ولا الشاش ونزيد حوالي 2 سنتيمتر وما تنسوش ننحيو هذا الزيادة بكم فصل معاكم لابنات ندخلوا بهذا المياه لانتع 1 سنتيمتر بحما تجينيش جهة الأمامية منفوخة ونقص هذه القيمة 3 سنتيمتر هذه القيمة زيتها فقط على جال الجهة الخلفية بحما نفصل معاكم لديكوب بهذا الطريقة ونقص هذا الشريط على بوء 9 سنتيمتر من المنتصف نحيه ونحطه على القماش الثاني اللي هو القماش الآني ونزيد حوالي 2 سنتيمتر لاحظوا معايا لابنات بعد ما فصلتوا على القماش الثاني يعني جهة الوسط كامل نحن عوضها بهذا القماش عندي القطعة الأولى فيها 9 سنتيمتر اللي كنت نحيتها وهذا القطعة اللي رح نعوض فيها فيها قيمة 10 سنتيمتر ستكون الخياطة طولية بهذا الشكل حاولوا لابنات ما تفصلوش الرقبة حتى تركبوا هذا الشريط ركزوا معايا فقط بإذن الله رح تنشحوا في هذا الموديل وتتوفقوا فيه كامل وهنا لابنات ما تجمعوش هذا الشريط حتى تركبوا هذوك الحلقات ليكونوا في جهة الخسر على هذه اللي بنات تركزوا معايا رح نخدم معاكم حلقات حوالي أربعة نحطهم في المنتصف ونجمع هذا القطع سواء اللا دي كوب على الجهة الخلفية ولا الجهة الأمامية ما نجمعوش بالخياطة حتى نخدموا هذوك الحلقات واللسقوهم هذه هي طريقة تفصيل الأمام نحن أقوض الشريطة 9 سنتيمتر بشريط آخر فيه 11 سنتيمتر بالقومش الأوني من بعد نجمعوش بالخياطة طبعا بعد ما ركب هذوك الحلقات ولاحظوا معايا حاولوا دايما نديروا زيادة على الجهة السوفلية مروا مباشرة طريق التفصيل المنش هذه القطعة فيها 25 سنتيمتر نطويها على أربعة بهذا الشكل المنش كي ما قلت لكم رح يكون المنش كرباء عادي جدا من بعد نحن نخدم له أشريطة بالقومش الثاني ونقوم ككشكشة لاحظوا معايا بالنسبة للطول نقوم بقيمة 20 سنتيمتر حاولوا لا تزيدوا على هذه القيمة لبنات إلا إذا حبتوا الكرباء يكون مستور ياسر العرض نقوم بها 14 سنتيمتر نرسم هذا الخط كي ما قلت لكم لبنات هذا الموديل كل جزء فيها وفيه خدمة كي ما هنا رح تلاحظوا كرباء عادي جدا ولكن من بعد نقوم بقيمة كشكشة ولا بليات بالقومش الثاني كي ما قلت لكم تحبوا تدروا الكريب ولا شوازات ولا الشاش كي ما تحبوا نرسم هذه الكرباء عادي جدا ونجيب المقز نقسم معاكم هذا الشكل هنا مولت هذه الموديل بصحتها على هذه 14 سنتيمتر اللي جاية شوية ضعيفة تقدر تدير 13 ولا 12 سنتيمتر ما تكبر شيسر في الأرض من اللبنات أنكم تكرونتيو أي منش تخدموه حاولوا تكرونتيو في المنتصف لأنكم تحتاجوا هذه الخطوة نفتح معاكم هذه الكرباء لاحظوا معاكم النتيجة التي تحصلت عليها من بعد تبقى للخطوة تعلق الأشريتة التي سيكون فوق هذه الكرباء ونضغر بهم كشكشة نجيب القومش الثاني ونخدم بها أشريتة تلطح من حوالي متر ونصف حتى 3 مترات على حسب الكشكشة التي تحبوها والعرض في حوالي 8 سنتيمتر لاحظوا معايا من بعد نطوي بهذا الشكل تحصل إلى 4 سنتيمتر ونخدم الكشكشة للكربي كامل تشوفوا معايا الطريقة في جزء الخياطة أنا هنا أخدمت شاريتين فقط كل شاريت فيه متر ونصف كي نكمل الكشكشة اللي مانش في زوز رح نقول كم قده دامعية هذا الشاريت في الطول المهم العرض 4 سنتيمتر مطوية على 2 يعني يكون محلول 8 سنتيمتر وعند هذا 10 تسوار العرض محاول 3 سنتيمتر من بعد نطويهم ونخيطهم بهذا الشكل وندير بهم هذوك الحلقات اللي يأتي في المنتصف تعليبنس ولا في المنتصف تعخط الخصر سواء بنسبة لجهة الأمامية والخلفية يبقى سنتيمتر يعني كي تطوي ويكون في 2 سنتيمتر ونفوتوا مباشرة نجوز الخياطة أول حاجة رح نبدأ بها هي الخياطة هذا لديكوب اللي كنت خدمتها معاكم للجهة الخلفية فقط على جال ذوك الحلقات اللي يأتي في الوسط ندور على الجهة الخلفية دايما اللي بنتلاحظوا معي هذا الخط الخسر كما وصيتكم في لديكوب اللي بنتلاح تكون روعة خاصة للمبتدئات وما تنحيوش كامل الزيادة كتفين هنا عندي هذه الحلقات اللي رح ندير هم في المنتصف تع خط الخسر الطول تحم تحم كل حلقة فيه 7 سنتيمتر والعرض اللي بنتلاح سنتقدر قطعة قماش فيها 2 سنتيمتر طويتها إلى 2 خيطها من بعد تقلبتها وشكلت هذه الحلقات اللي تحم 7 سنتيمتر لحظوا مع طريقة لتركبوها نشكلهم بهذه الطريقة على شكل حرف ونحط هم في المنتصف تأ الخط الخسر من هذا المنتصف رح نحط زوز حلقات وأيضا الجهة السفلية رح نحط زوز حلقات يعني في كل جهة رح يكون مع ربعة نعدلهم بهذا الشكل ونخيط لديكوب البنات عادي جدا تبعوا فقط طريقة لاحظوا معي بعد محكمتهم كامل بليزي بانجل أيضا تقدروا لديكوب كامل بنسبة للمبتدئات ونبعد ديروا فتحات ودخلوا منهم هذه الحلقات كما تحبوا لاحظوا معي الجهة داخلية نتأكد أني رح نخيطهم كامل والحواف تحمر مجينا للجنب نروح مباشرة للماكينة الخياطة دايما لديكم بتاعكم البنات تبدوها بالبوين داري نروح مباشرة للمنتصف لا تخاف من الزي بانجل البنات يكونوا أفقيين بهذا الشكل ما هم شاح يفزدو لكم الماشينة نروح لهذا 1 سنتيمتر لليكن تخرجت بها اليمين و اليسار نثبت نكمل الخياطة على بعد مليمتر فقط بهذا الشكل نحط القماش على القماش ركزوا معي فقط لبنات أكيد ستنجحوا في هذه الطريقة على ديكوب من أول مرة تتبعوا الخطوات لحظوا معي النهايات لبنات القماش سيكون مطابق تماما بهذا الطريقة تزيادة 3 سنتيمتر لا تقوم نقصه في الكتفين نهائيا يعني العرض اللي يديروه مع اللول يبقى نفسه هذه النتجة اللي تحصلت عليها من أسهل ما يكون لاحظوا معي لديكوب وهذه الحلقات في جهة الوسط حاولوا فقط تتقيدوا بالقياسات اللي بديت لكم الطولة هذه الحلقات 7 سنتيمتر والعرض 22 سنتيمتر تطوئوه وتقلبوها جهة داخلية هنا رح نكمل معكم بقية هذه الحلقات بنفس الطريقة من خط الوسط الخسر رح نطلع باثنين وننزل باثنين ويكونوا بحث بعضهم بهذا الشكل لاحظوا معي النتيجة نهائية اللي تحصلت عليها من أسهل ما يكون نركزه فقط لهذا الموضل يحب تركيز البنات بعد ما كملت الخياطة فوت التعليم كامل بالزيجزاج على الجهة الداخلية تبقى لي فقط المرحلة الحديد رح نحدد هذا اللي يكون بمليح وبالنسبة للجهة الأمامية خيطها بنفس الطريقة لبنات حطيت هذا القطعة اللي فيها 18 سنتيمتر خيطها هناك تخيطوا الجهة الأولى لبنات هزوا الشريط المتري وتأكدوا إنكم رح تخيطوا عفونا على جهة 18 سنتيمتر يعني هذا الفتح رح يكون فيها 18 سنتيمتر تماما خيطوا الجهة الأولى وأحسبوا لبنات بهذا الشريط المتري وين تلقوا النقطة 18 سنتيمتر تقدروا حتى ترسموا بالقلم باش ما تريحوش الخط وتلسقوا هذه الحلقات عادي جدا كما خيطت معاكم راضي كوبة للجهة الخلفية من المتصف تع خط الخسر ترتفعوا بثنين وتنزلوا بثنين هذا الموديل يحب تركيز فقط لبنات كما أكتركم في أول فيديو في كامل الأجزاء يحبوا خدمة بعدما كملت للسقط هذا القمش يبقى لي فقط أني نخدم لكم الرقبة الأمامية والخلفية عادي جدا وكأنها قطعة قمش وحدها لحظوا معي لبنات لديكوب صدقوني بالطريقة لترتهلكم تأثى ثلاثة سنتيمتر زيادة في المنتصف تحرض تلقيبت ما كمشح تلقوا ولا زيادة وما كمشح تنقصوا في أرض الكتفين نهائيا نمر هنا للراقبة الأمامية والخلفية كما نوصيكم دايما نحاولوا تخدموا بلا فيزينا ركيكا خلاص رقم واحد نرح نبدأ لكم أولا براقبة الأمامية لأنها سهلة الفتحة رح ندير فيها 9 سنتيمتر يعني نفس القياس يكون ترتوف القمش الأيني وهنا رح ننزل بقيمة 21 سنتيمتر هذا الرقبة رح ندير مدولة لا تجيش أريانة كامل نحاول نرسم نفس الشكل تعرقبة لشته معي في الصورة المصغرة بهذا الشكل ندير تقويصة صغيرة فقط للجهة السفلية تطلع بحوالي 6 أو 7 سنتيمتر وهذا هو الشكل تعرقبة لحظوا معي حاولوا تديروا نفس القياس 9 سنتيمتر كي تديروا 10 سنتيمتر رح نجيب شارية الأرتة 2 سنتيمتر رح نسفج به آدي جدا كما أودكم وكل الزاوية رح نديروا فيها ثانية بهذا الشكل لاحظوا معي بعد ما خيط في هذا المرحلة رح نكرون تي الزاوية ندور بهذا الطريقة ونخيط من بعد ندور على الجهة الخلفية وندير كفاء آدي جدا كما أودكم هذا الطريقة اللي تسفجوا رح راقبة في العادة درنا فيها 9 سنتيمتر ورح نزيد لها قيمة 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر رح تروح للشاريت اللي رح نعوضه يعني هذا الشاريت رح يكون فيها 4 سنتيمتر أنا هنا رح ندير فيه خمسة ركز فقط فتحة راقبة درت فيها 20 سنتيمتر نربط بين النقطة 13 سنتيمتر وهي 9 زيد 4 4 سنتيمتر وذيك النقطة 20 سنتيمتر هذا الخط المستقيم على شكل مثلث هنا إياكم اللي بنات انكم تربطوا من النقطة 9 سنتيمتر إلا لمش حابة انها تعوض بهذه القماش نجيب الأشري تالي رح نعوض بينهم هذه زيادة 4 سنتيمتر طبعا ندير لها لافيزلين للجه الداخلية كاين بزاف بنات على شكل V 13 20 سنتيمتر رح نفتحها معكم ماهيش رح جي مفتوحها نيائيا لاني عفو رح نزيد فيها القطعة تال قماش الاني نجيب هذي الأشري نعطي القيس التحم بالضبط لاحظوا معي الشكل التحم رح يكون بهذه الطريقة هذي الأشري اللي بنات أنا درت فيهم طول 35 سنتيمتر يعني بالزيادة والعرض رح ندير فيهم تقريبا حوالي 10 سنتيمتر من بعد كتويتهم على 2 حصلت على 5 سنتيمتر نبدأ هنا على بعد 1 سنتيمتر نعين قيمة 1 سنتيمتر على هذا الرقبة V كامل ونرسم خط ضروري هذا الخط والبنات هذا الخط 1 سنتيمتر هو اللي رح نخيط إلي هذوك الشريطين نرسم نحسب قيمة 1 سنتيمتر ونرسم خط بهذا الشكل هنا لازم لبنات هذه الأشريطين للملافزين على الجهة الداخلية العرض كما قلت لكم 10 سنتيمتر تقوم على 2 تتحصل على 5 سنتيمتر نحط بهذه الطريقة هذا الخط 1 سنتيمتر نحط مطابق تماما للخط اللي في جهة السفلية والجهة المغلقة هي اللي رح تكون على بعد 1 سنتيمتر بهذه الطريقة رح نتحصل على راقبة 2 مفين ياروعة وبنفس الشكل جهة المغلقة دايما في جهة راقبة هنا بنسبة لهذا الزاوية ولهذا المعين نرسم هذا الخط نربط بينتهم ونعين نفس الخط على الجهة السفلية من بعد نقص هذه الزيادات ونتحصل على الـ رح يكون في الوسط ركز فقط لبنات بعد ما رسمت هذا الخط نجيب المقص بهذا الطريقة رح نتحصل على V يكون مناسب تماما لهذا الشكل من ناحية أيضا الزياد على جهة السفلية ونتحصل على هذا التقاطع إذن هنا لبنات طريقة الخياطة انكم تفتحوا بهذا الشكل كما رح تلاحظون سأ ندير على فيزين الشريط على فيزين نحط الوجه على الوجه ركزوا لازم الزوايا يكونوا متطابقين ونحسب قيمة 1 سنتيمتر على بعد تأ هذا الزوايا ونمر مباشرة للماكينة الخياطة نتبع هذا الخط لحظوا معي بعد ما خياط على بعد 1 سنتيمتر نفتح بهذا الشكل ونركزوا معي البنات اللازم تكرونتي من جهة الوسط نكرونتي هذا الشكل كامل بها يضع معي بكل سهولة من بعد نفتح هذه الخياطة ما تخلي لبنات مغلوقة على بعضها البعض نفتح ها بهذا الشكل ونحط المثلث على المثلث في هذه المرحلة لازم تستعملوا الحديد لبنات هنا بش تجيكم الخياطة مفينية وتجيكم مرقية ما تجيكم شخشينة هاي ونحي هذه الزيادات نتخلص منهم لحظوا معي البنات الفي اللي تحصل تأليه طريقة سهلة ركزوا فقط البنات تبعوا معي خطوة بخطوة هنا رح نجيب بانجل ونحط الزاوية مع الزاوية لحظوا معي هنا رح نخيط مع هذا الفي على القمش نحط رأس الزاوية مع الزاوية نطبق الزاوية بهذا الشكل لا لازم نبدأ من هذه الزاوية اللي كنت أينتها على بعد 1 سنتيمتر ونفوت مباشرة بخياطة على هذه القيمة 1 سنتيمتر لاحظوا معي البنات دايما تبدو بالبوان داري نحط القمش على القمش يعني الخط 1 سنتيمتر على الخط 1 سنتيمتر على هذه قلت لكم البنات ضروري إنكم ترسموه بالقلم نكمل نخيط هذه الجهة اللول لاحظوا معي بعد ما خيط هنا لازم أني نكرونتي في جهة الوسط على بعد 1 سنتيمتر نفس القياس لاحظوا معي البنات كيتكملوا الطريقة لتدوروا بها لجهة السفلية كيت كرونتي وما تخاف وش نيها أي سيدور معكم بكل سهولة ندور بهذا الشكل ونخيط مباشرة بنفس الطريقة اللي خدمتها معكم في المرة الأولى لاحظوا ما يبعد ما خيط ولاحظوا نتيجة الفي اللي تحصلت عليها هنا يبقى لي فقط أني نخرج الخياطة ونخيط ها للجهة القمش ما نخيطش الجهة القمش لإني البنات ركز دائما البوان داري لبنات ونثبت هذا الفي مليح وهنا لبنات أنا شكرا ما ذكرت لكم قبل ما نثبت الخياطة راني دقت الزيك زاق على الجهة السفلية لحظوا ما هي النتيجة لتحصلت عليها من أسهل ما يكون تحب تركيز فقط لبنات الفي نسيان تكون روعة هذه النتيجة بالنسبة لجهة الخلف والجهة الظهر نجيو هنا للمنش لبنات هذا للمنش كوربي هنا للأمان لبنات أنا درت لكم 26 سنتيم على 14 سنتيم من بعد ركب هذوك البليات جاني شوية كبيرة هذا المنش نقص 14 إلى 14 سنتيم يعني أنتم حاولوا 14 إلى 15 سنتيم نجيب هذا الشاري البليات لاحظوا معي الارضة وفيه 8 سنتيم من بعد نطويها إلى 2 سنتيم أما بالنسبة للطول كل من شروع الدمعية متر ونس عفوين 3 متر يعني متر ونس وجمعت مع متر ونس حصلت إلى 3 متر نحط بهذا الشكل هنا ما يحتاج أنكم تدير الافزين في الجهة اللي في الوسط خيط عادي جدا نستعمل فقط الحديد مباشرة للماكينة خيط نضيف بليات بهذه الطريقة ونخيط تحب تديرهم بطريقة قفيفة ولا تديرهم شرجية كما تحب نفوت على المنش كامل حاولوا فقط عينكم هي ميزان كم بين كل 1 سنتيم أو 2 سنتيم تدير بليات بهذا الشكل وحاولوا تخليوا شوية زيادة على المنش من بعد نقصوها لاحظوا الناتجة حصلت عليها هنا رح نكمل معاكم الخط الثاني الخط الثاني لبنات لازم يكون يغطي الخياط الأولى فقط يعني القياس رح يحدد نفسه حاولوا تفوتوا شوية على الخياط الأولى وتكملوا بالبليات بنفس الطريقة كتكملوا البنات البيداية والنهاية حاولوا تخليوا زيادة في القمش من بعد تحت فيني ولا مونش لاحظوا معايا هنا في الخط الخامس على ما أظن ولا الرابع نكملهم كامل بنفس الطريقة نكمل معاكم المونش وشوفوا النتيجة لاحظوا معايا النتيجة لاتحصلت لها هذا المونش الشكل توجي التحف لاحظوا معايا الجهة الخلفية نحن نفوت عليه كامل بالخياط على الجهة هذا الانحناء ترك كاملة والنحن الزيادات على هذه كنت لكم بنات تخيط وخلي بشوية زيادات بعد منح الزيادات وفين الخدمة لاحظوا معايا النتيجة خيط الحواف كامل بهذه الطريقة هذا المونش سهل جدا ويجي تحف في اللي بستاء نتمنى كامل تتوفق فيه يعني في أي موديل تحب وتقدر تدير ها لبنات على بعد 8 سنتيمتر يعني طول فيه 8 سنتيمتر اللي ترتع القندرة كامل إلا هذه القطعة اللي في الوسط على هذه كنت لكم البنات تفصل وخلي ها بزيادة وعوضت بشارة من القمش الأين في 9 سنتيمتر يعني زيد 1 سنتيمتر من جهة الأمام والخلف هذا هو الموديل في نتيجته النهائية الصدقوني في اللي بستاع وجه تحف بسم الله ما شاء الله دايما المنكاري ما تمتش حق القندرة لأنها جاية شوية ضعيفة وبالنسبة للمنش كما راكم تلاحظوا درت فيه 6 خطوط من هذه البليات يعني نقصت الخط السابع للجهة السفلية على هذه قلت لكم بنات كيتفصل ودروا فيه قياس 14 إلى 14 سنتيمتر ستحصل على هذا المنش فيه 6 خطوط إذا سفل العرض فيه 6 سنتيمتر كيتفصل على 2 تحصل على 3 سنتيمتر لاحظوا معي البيع للجهة الخلفية هذا الموديل أيضا ستكون فيه لفونت على الجنبين الطول تأكل وحدة حوالي 40 سنتيمتر هذا أمر يرجع لكم تحبوا تزيد ولا تنقصوا وهذا الفيديو بإذن الله رح يكون آخر فيديو رح نشارك معاكم قبل العيد نتمنى لكم كامل إنكم تعيدوا بالصحة والهناء وشيركم مبروك أيضا بهذه المناسبة نتمنى التوفيق والنجاح الكامل الطلبة البكالوريا إن شاء الله يا رب تخدموا كامل وتفرحوا والديكم ياسمين ساسابيل أنفال محمد إسلام نتمنى لكم كامل التوفيق يا رب بإذن الله هذا الصيف تفرحوا والديكم وتفرحونا كامل كما قلت لكم الأبنات بإذن الله رح يكون هذا آخر موضوع نتشاهدكم معكم هنكون وصلت معكم نهاية الفيديو أي سؤال ولا أي استفسار كنتم ما ذكرتوش خطوا لي فقط في التعليقات ورح نجاوب عليكم انتظروني إن شاء الله بعد العيد مواضيات جديدة وحصرية نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته